السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وتقرير جديد عن آخر تطورات الحرب في السودان ما هي آخر هذه التطورات؟ وأين تدور المعارك حاليا؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله خلال هذه الدقائق بعد أن سيطرت القوات التابعة للدعم السريع على ولاية الجزيرة التي تقع إلى الجنوب من العاصمة الخرطوم بدأت قوات الجيش السوداني بإرسال المزيد من التعزيزات لمنع تقدم قوات الدعم السريع إلى المناطق الجنوبية من ولاية ودمدني وكذلك المناطق الشرقية تجاه ولاية القضارف وأرثلت أكثر من فرقة تجاه تقدمات القوات التابعة للدعم السريع من أجل إيقافها بعد أن تقدمت قوات الدعم السريع من جنوب العاصمة الخرطوم ووصلت إلى ولاية الجزيرة وسيطرت على مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة كذلك تقدمت في المناطق الشمالية من ولاية النير الأبيض وسيطرت على مدينة الدوين وأيضا حاولت أن تصل إلى ولاية سنار وخصوصا منطقة جبل موية هذا جبل الذي يشرف على الطريق الرابط ما بين ولايتي سنار وولاية النيل الأبيض إضافة إلى ذلك حاولت القوات التابعة للدعم السريع التقدم بولاية القضارف إلى الشرق من ود مدني واقتربت من جبل المقرح الذي يسيطر على الطريق الرابط ما بين مدينة القضارف ومدينة الفاظ وكما قلنا بعد أن أرسلت القوات التابعة للجيش السوداني المزيد من التعزيزات لمنع تقدم قوات الدعم السريع في المناطق الجنوبية من ود مدني ومن ضمن هذه التعزيزات أرسلت فرقة إلى منطقة المناقل وهي المدينة التي تقع إلى الغرب من مدينة ود مدني وهي المدينة الوحيدة التي تسيطر عليها قوات الجيش السوداني ضمن ولاية الجزيرة في الأيام القرية الماضية بدأت القوات السودانية تتقدم من أجل الوصول إلى مدينة ود مدني وسيطرت على المدينة عرب التي تقع على الطريق الرابط ما بين المناقل وود مدني بالمقابل قامت قوات الدعم السريع بشن هجوم مقابل تمكنت من خلاله من استعادة المدينة عرب ووصلت إلى قرية ود شاور وبدأت تتقدم نحو مدينة المناقل والقتال الآن يدور إلى الشرق من مدينة المناقل ما هي غاية الطرفين من هذه الهجمات وفي هذه المنطقة تحديدا ما بين ود مدني والمناقل أولا قوات الجيش السوداني واضح أن غايتها هي الوصول إلى ود مدني من أجل استعادة السيطرة على ولاية الجزيرة وكذلك تطويق القوات التابعة للدعم السريع التي تتواجد إلى الجنوب من مدينة ود مدني بالمقابل قوات الدعم السريع تحاول أن تسيطر على مدينة المناقل من أجل فرض سيطرتها الكاملة على ولاية الجزيرة وكذلك الوصول إلى منطقة جبل موية والمناطق الجنوبية من مدينة الدويم ضمن ولاية الجزيرة من أجل الوصول إلى منطقة جبل موية وتهديد الطريق الرابط ما بين الولايات الثلاث ولاية سنار وولاية النيل الأبيض وإضافة إلى ولاية كاردفان إذن هذه غاية كل الطرفين من المعارك التي تدور حاليا في المناطق المحصورة ما بين مدينة ود مدني ومدينة المناقل في وسط ولاية الجزيرة من الذي سوف يحقق غايته ويستعيد السيطرة الكاملة على ولاية الجزيرة هذا السؤال نترك إجابته للأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة إن شاء الله نأمن أكون قد أوصلنا لكم فكرة مبسطة عن آخر تطورات القتال في السودان شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته